تترقب كينيا بحذر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية فالأيام التي تلت عمليات الاقتراع شهدت أعمال عنف بقيت حتى الساعة محصورة لكنها قرعت جرس انذار من تكرار سيناريو العنف الذي أعقب نتائج الانتخابات قبل عشر سنوات مناصر مرشح المعارضة رايلة أودينغا واصلوا احتجاجاتهم في بعض الشوارع في العاصمة بعدما أشارت أرقام أولية إلى خسارة مرشحهم بعض نواحي نيروبي شهدت لليوم الثالث على التوالي إحراق إطارات وإغلاق طرق احتجاجا على ما يصفه معارضون بعمليات تزوير وتغيير نتائج لمصلحة إعلان فوز الرئيس الحالي أهور كينياتا جهات مراقبة دولية عدة قالت إنها لم تلحظ عمليات تجاوز أو تزوير خلال مراقبتها لعمليات الاقتراع التي قالت إنها جرت ضمن المعايير المطلوبة يمكننا القول إن العملية الانتخابية وفق مراقبتنا لمراحلها بدءا من التصويت ومراقبة فرز الأصوات في مراكز الاقتراع ونقلها إلى لجنة المستقلة الانتخابات يمكننا القول إنها قد حققت معايير الاتحاد الإفريقي للانتخابات الديمقراطية ورغم التحذيرات المحلية والدولية المتواصلة من انزلاق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه يعتقد مراقبون بانتفاء وجود العناصر التي ولدت أعمال العنف في انتخابات عام 2007 فالمجموعتان القبليتان الكبيرتان ألتان توجهتا وقتها تجتمعان الآن تحت سقط حزب الرئيس كينياتا كما لم يثبت حصول تزوير واسع النطاق كالذي حصل في عام 2007 رغم إبداء قلق من خروقات عدة كما أن رايلا أودينجا ليس الزعيم الأوحد للمعارضة وقد تكون هذه آخر انتخابات يخودها نظرا لسنه وتسمع من داخل معسكره آراء مختلفة حول الخطوة المقبلة لكن مهما كان الأمر تشكل هذه الانتخابات تحديا كبيرا لاستقرار كينيا البلد الذي نجح في أن يصير قوة اقتصادية كبرى في القارة الأفريقية